انتقلنا لفقرة التقديم معروبة مشرباش ودائماً منحكي الأكل بالليل بزيد من الوزن أو خطير على الصحة فاليوم كل التفاصيل معروبة لتحكي لنا أكتر حول هالموضوع كيفك ربا سماحك خير أهلاً دانا شو أخبارك أنا مني هاي يعني شوفي هلأ أنا أي حدا بيسألني كيف نحفتي بعد الولادة أو إذا بدي أنصح حدا أتفلصف أنه عم بنصح ويعاني من موضوع الوزن بحكي له ما تاكل بالليل هاي الجملة أنا دائماً بحكيها وحتى على السوشال ميديا فهل أنا عم بنصح صاح وهل موضوع بالفعل الأكل ليلاً ومتأخراً مضرب الصحة ولم نقدر نلعب حول الموضوع هلأ رح نفسر ليش لأنه هلأ في دائماً الناس بنحكي إنه إذا أنت بتاخدي عدد سعرات حرارية معينة وما أخدتيها بالنهار الحرق ما رح نحكي ليش في ناس بالليل لما يأكلوا يصبح عندهم مشكلة بزيادة الوزن هلأ في عندنا عدة تفسيرات علمية لهذا الموضوع وأنا من الناس لما بنصح يكون الأكل كثير متأخر هلأ شو المشكلة بيصبح عندنا أول إشي في عندنا عدة تفسيرات في كثير ناس بتلاقيهم خلال النهار يعني ما عندهم ما بيفطروا الصبح ما بيأكلوا خلال نعم قهوة شاي ممكن حبيت بسكوت شوكولاتة نعم بتلاقيهم الوجبة الأساسية أو بصيروا قادرين يأكلوا له بعد السبعة المساء نعم هلأ هذا مع الوقت رح يصير في عندنا زيادة للوزن لعدة سببين بقولك أنا ممكن بسبع كل وجبة واحدة وبقولك ليه عم بزيد وزني نعم هلأ أول إشي معظم الدراسات عم بتشير وبالأبحاث و بتدرس سلوك الناس وكيف طبيعة أكلهم معظم الأشخاص لما يقعدوا يرؤوا يأكلوا بالليل عندهم قابلية أنهم يأكلوا كميات كتير أكبر لأنه بشكل عام الجسم عنده قابلية أنه يتأقلم مع الظروف اللي أنت حاططيها فيه ففي عندنا هرمونات بتتحكم بالجوع والشبعة إشي طبيعي إذا أنتي مش ماكلي خلال النهار الجسم تأقلم أنه أنتي ما بتأكل خلال النهار هرمون الجوع أو الجريلين بصير ينفرز أكتر بالليل فبصير في عندك شاهية وقابلية للأكل أكتر في بالليل فالناس اللي مش متعودين يأكلوا بالنهار فرح يصير عندهم هاي المشكلة تاني إشي معظم الناس لأنهم بروقوا بالنهار ما بكونوا معجوئين بالليل ما بكونوا معجوئين زي البنهار بالشغل فبصير عندهم عم بحضر تلفزيون فبصير زي عادات غذائية فبتلاقي بياكل بعدين خلينا شو نقرش شو بدنا نتحلى شو بدنا ناكل فهذا بأثر من ناحية السلوك إحنا هون عم نحكي على السلوك ما عم نحكي على هرمونات وغيرها فيه بالعلم كمان إش اسمه نايت إيدينك سندروم نايت إيدينك سندروم هي مشكلة صحية أو بنقدر نحكي بالتصرفات النفسية وإلها دخل بالنفسية في كتير الناس كيف نقدر نشخصها الناس اللي ما عندهم شهية لتناول وجبة الإفطار أو بالنهار إنهم يتناولوا الأطعمة الناس اللي بياكلوا أكتر من 50% من احتياجاتهم بالليل بعد الساعة سبعة المساء والناس اللي صار عندهم مشاكل بالنوم أكتر من ثلاثة أيام بالأسبوع هدول منعرفهم بحالة من سميها نايت إيدينك سندروم يعني متلازمة الأكل الليلي هدول الأشخاص بصير حتى النوم متعلق بالأكل كتير متعلق هلا رح نحكي كمان ليش هلا هدول الناس إذا عنده هاي الثلاث أعراض وعن بحس إنه في عنده مشكلة هون بده تعديل سلوك واعتباع نظام غذائي لأنه هون هدول الأشخاص مرتبطين بالبنج إيتنك ديس أوردر ناهم الطعام وبتناول كميات كبيرة زيادة السمنة الوسطية لأنه كمان بتأثر على هرمونات كثيرة بالجسم نعم هلا إيش اللي إليه دخل بالنوم فيه عندنا إيش من ساميه ساعة البيولوجية سركاديان فيه رذم لإفراز الهرمونات بالجسم والتعامل مع الطاقة أنت كيف تتحركي خلال النهار وكيف بتنامي نعم وفيه عندنا هرمون اسمه الميلاتونين اللي هو بتحكم بساعات النوم خلص إحنا بيولوجيا لما ينزل يروح لنهار ويصير في الليل على العتمة بيفرز بيفرز عشان أنت تدخلي في مرحلة النوم العميق نعم فهدول الناس اللي بيصيروا ياكلوا بفترات الليل بيصير في عندهم مشاكل بهذه الهرمونات زي لما أنت تكون لغافيانة ونايمة إيش حدا يفيقك فجأة وحدا يقولك قومي تحركي وإعملي رح تنخضي رح تحسي إنه فيه إشي غلط فمعظم الناس اللي بيعكسوا الساعات البيولوجية إحنا مبرمجين إنه نشتخل خلال النهار وننام خلال الليل وناكل خلال النهار وما ناكل بالليل فهدول الأشخاص بيصير عندهم مشاكل تتأثر عندهم بعض الهرمونات هلأ زمان كنا نركز فقط على عدد السعرات اللي انتي بتاخديها إيش ما أكلتيا خلال النهار بالمنطق بيقول انتي أخدت هدول السعرات وما رح يصير في عنا زيادة في الوزن شو الأبحاث اللي صارت تطلع في بعد الألفين بعض الدراسات اللي صارت تطلع في دراستين قرأتهم إنه عم بيقولك حتى استجابة هرمون الإنسولين بالليل مرات عم بتكون مختلفة خلال النهار هاي بعض الدراسات اللي عملت على حيوانات التجارب يعني الناس يعني لما انتي تتاكل أي شيء في هنا شوية دي يفرز هرمون الإنسولين عشان يأخذ السكر في الخلايا فالاستجابة بالليل بتكون شوي متأخرة خاصة قريب من ساعات إنه ممكن تكون غير خلال النهار نعم فهذا ممكن يفسر لنا كمان ليش الأشخاص اللي بيأكلوا بالليل ممكن إنه يصير عندهم مشكلة في زيادة الوزن أوكي لأنه في كتير ناس هلا بتتبعوا مثلا نصيام المتقطعة صحيح أو بتتبعوا ساعات معينة بيأكلوا حتى ممكن ينحفوا بس ما رح يحسوا بالراحة والارتياح زي اللي متعود يأكل خلال النهار ويوقف أكل في الليل نعم هلا إحنا السيناريو المتعارف عليه بالعديد من البيوت مش بس الأردنية العربية إنه بيخلصوا دوامهم متأخر الوجب الرئيسية عم بيشتموا عليها العيلة متأخر فش بتنصحيهم هلا هون اللي حكيناه قبل ما بتعارض مع هذا النظام هذا صح إحنا معظمنا بيشتغل لساعة خمسة وستة بدو يتغدى هلا وين بتصير المشكلة إذا إنتي ما بتفطري أو ممكن تأكل إشي خفيفة بضلك طول النهار تأكل ما تاختي خضار ولا خواكل لأنه إحنا مش بس عد سعرات حرارية نعم إنتي عشان تحافظي على جسمك وعلى مستوى السكر في دمك وعشان تحافظي تقلل من الدهون الوسطية في منطقة البطن وغيرها نعم بدك تاخدي عدد معين من الحصص الغذائية اللي فيها فيتامينز ومعادن وألياف فإنتي لما تيجي تاكل واجبة واحدة بنهار بالليل شو بتك تاخدي كل احتياجاتك ما رح تقدر يتاخدي كل احتياجاتك الجسم لما يصير في عنا نقص بالألياف المفروض أنت تاخديها نقص بالفيتامينات بالمعادن بالأنتي أكسيدنز بشكل غير مباشر رح تأثر عليك ورح يصير في عندك زيادة في الوقت هذا غير موضوع كواني الحرق بالضبط أنا في مجال عندي خلال النهار أني أحرق اللي بيقاكله بعدين بالليل بيقولوا لك تغدى وتمدى وتعشوته لازم في حركة بعدين الجسم زكي يعني أنتي إذا بدك تتحكم بشهيتك بدك تساعدين تمرني زي أنا زي أي تمرين عادي أنتي بتمرني حالك عليه نعم يعني أي حدا بده يتحكم بشهيته أو نزل وزنه بده يحافظ على وزنه لأنه مشكلة الحفاظ على الوزن بعد نزول الوزن والفقدان الوزن هذا كتير صعب واحدة من أهم النصائح عاودي جسمك يأكل بساعات معينة يعني أنتي بتقدر تفطري بين الثمانية والتسعة بحاول دائما أفطر ما بين الثمانية والتسعة أو أنتي بتقدر تفطري بين التسعة والعشرة أوكي بتفطري تسعة عشرة تاخدي سناك عالتينتين ثلاثة بيصير جسمك واللي تعود يتعود تنفرز هرمونات الجوع والشبع بهذه الأوقات طب هلأ في أنا بحيث لحظة كثير من أشخاص بصيروا ضعاف قدامها إنه ما بدي أنام جوعان بحيث حاله معدته فاضية جايعة حاله عامل ريجيم ما بدي أنام جوعان عشان ما ندخل هاي المرحلة وعن جد ننام على معده فاضية شو نأكل بالليل أهم إشي نأكل قبل ما نوصل مرحلة الجوع يعني إذا أنتي بتجوع الساعة عشر عشر إذا أنتي ما بلأمك تكون آخر وجب الساعة أربعة وتوقفي أكل مثلا فبتسيري على الساعة ستة سبعة تاكلي إشي لو ما بتكوني جوعاني ممكن تاكلي إشي خفيف توصل الساعة عشر رهداش ما رح تحسي بالجوع أوكي فهذا بيأثر فعننا إذن هاي دول العوامل لكلها اللي بتأثر فإذا أي حدا اهتم بوجباته أكيد رح يقدر يحافظ عواز كل شكر إليك